دعا الرئيس العراقي برهم صالح لمراجعة مجمل العملية السياسية والتأسيس لعقد سياسي جديد مطلب أكد صالح أنه يأتي كنتيجة للحراك الشعبي الذي شهدته السحات في مختلف أنحاء العراق الرئيس العراقي طالب أيضا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبعدم السماح لجعل بلاده ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية واكدا أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة بلا أمن واستقرار وسيادة العراق فما مدى إمكانية تنفيذ مطالب الرئيس العراقي وهل ستلقى هذه الدعوة أذانا صاغية من مختلف الأطياف السياسية معنا من بغداد الباحث السياسي نجم القصاب أهلا وسهلا بك أستاذ نجم معنا عبر سكاينيوز عربية ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس برهم صالح عن عقد سياسي جديد بداية كيف يمكن عمليا أن تترجم بما أن الجميع يعلم الواقع السياسي والأمني المعقد في العراق تحية طيبة لك هذا عن إثبات حقيقي بأن العملية السياسية منذ 2003 إلى هذه اللحظة قد فشلت وأفشلت المشروع الذي كان على أساس أن يتم بناء وإنشاء الدولة العراقية وفق معايير وقياسات وسياسات وسياقات جديدة تنطلق منها لبناء الدولة بعد أن كانت الأنظمة الدكتاتورية التي أوصلت العراق إلى هذا الحال الأمر الآخر هذا دليل القاطع بأن هناك انسجان بين الرئاسات الثلاثة السيد الحلبوسي مع السيد برهم صالح مع السيد الكاظمي لكن لا يمتلكون هؤلاء الثلاث مقاعد نيابية أو يمتلكون القرار الحقيقي أو السيادي أو السياسي حتى يفرضون أو يرفضون ماذا من قبل الجهات الأخرى النقطة الأخرى بعد التصعيد الأخير وكذلك الخلافات والمناكفات داخل القوى السياسية والأحزاب خصوصا بعد تحديد موعد الانتخابات في شهر العاشر اليوم الكل تعرض وهناك استعراض للأسلحة والقوة والعضلات والنفوذ والوجود على حساب المواطن البسيط النقطة الأهم الكل تطالب الحكومة والسلطة التنفيذية بتنشيط الزراعة والصناعة والتجارة لكن عندما يصدر القائد العام للقوات المسلحة وما جرى اليوم من متابعة مباشرة شخصية من قبل وزير الزراعة السيد محمد الخفاجي وبإشراف من القائد العام للقوات المسلحة الذي أعطى أوامر بمصادرة كل البضايا التي تدخل إلى البلاد ليس وفق الضوابط والقوانين المعمول بها لكن نرى هناك كثير من الأحزاب كثير من الشخصيات السياسية كثير من التجار لا يرغبون ولا يفرحون عندما يطبق القانون القانون اليوم لا يحتاج إلى التشدق بقدر ما يحتاج إلى الالتزام والإلزام وهذا ما تحدث فيه السيد برهام صالح من المرحلة المستقبلية هناك تخوف حقيقي من ذهاب المكون السني إلى الانفصال وكذلك القوة الكردية إعلان الدولة وهذا يعني أن تقسيم الدولة وتقزيمها في المرحلة المقبلة ما لم يكون هناك عقدا جديدا سياسيا ينبني وينطلق وينشأ من قبل الصراحة والمصارحة بين النخب السياسي سيد نجم هذه يعني الرأي الموحد الذي تحدثت عنه بين الرئاسات السلاثة إلى أي مدى يمكن أيضا أن يساهم في بدء بعقد سياسي جديد وعندما نتحدث عن عقد سياسي جديد هل سيترجم في الانتخابات المقبلة بدستور جديد ربما من أين يمكن أن يكون مفتاح تغيير فعلا الوجه السياسي والأمني في العراق أنا أستبعد ذلك ينجح هذا المطلب وهذا العقد الجديد بسبب واحد ومعروف لدى الجميع كلما كثرت القيادة عدل قائد واليوم بلدي كله رؤوس كمزرعة البصل اليوم كل واحد من السياسيين يعتقد بأنه هو الرأس وهو الأعلى وهو الأول وهذا يعني لا تستطيعين جمع كل هذه الرؤوس من أجل بناء الدولة حقيقية رغم ما تحدثت في هداية الأمر من تظاهرات واحتجاجات وسقوط شهداء وعشرات من ألاف من الجرحة الذي فرض وأجبر حكومة السيد عادل عبد المهدي أن تستقيل وكذلك أجبرت القوى السياسية أن تعيد قانون انتخابات واستبدال المفوضية لكن إلى الآن ليس هناك حسابا أو عقابا لمحاسبة الفاسدين والمفسدين عندما يقوم السيد الكاظمي بتقديم بعض الفاسدين نرى هناك اعتراضا وامتعاضا من قبل بعض السياسيين الذين لا يرغبون بنجاح الدولة أو نجاح الحكومة وحتى اليوم التضامن الحقيقي بين الرأسات الثلاث هم يطمحون لكن لا يستطيعون أن يترجمونه إلى الواقع أو إلى الأرض بصورة دقيقة أو حقيقية لأن اليوم الكل تتهم الكل والكل تخون الكل والصلاح والطلاح هو من إنتاج الكل سيد نجم أمام هذا الواقع هل فعلا سنكون أمام انتخابات عادلة نازيهة شفافة ربما تعكس فعلا رغبة الشعب العراقي والشباب العراقي الذي انتفض وبالتالي كان له ولمن سقط منهم خلال هذه التظاهرات السبب الرئيس أمام حصول هذه الانتخابات يعني أولا الطموح شيء والواقع شيء آخر اليوم هناك مطلب مجتمعي من قبل الناس والمتظاهرين ومطلب مرجعي من قبل المرجعية خصوصا عندما كانوا يتحدثون كل جمعة الشيخ عبد المهدي الكرولاي والسيد أحمد الصافي الذين يمثلون المرجعية في النجف لكن المشكلة أين؟ أولا أغلب أصحاب الكتل السياسية يمتلكون المال والقوة والنفوذ والوجود وحتى البعض منهم يمتلكون السلاح المشكلة التي تصبح في مصلحة الناس هو تعديل قانون الانتخابات أي من قانون سانت ليغو إلى قانون الدوائر المتعددة لربما يسمح أو يمنح للذين لا يمتلكون المال عندما يتم استقطاب الناس أو تأييد الناس لهذا المرشح لكن المشكلة أين؟ المشكلة اليوم إلى استخدام المال السياسي المال المنهوب المال الذي سرق من الناس بدأ يمنح أو يعطى هبات إلى بعض الناقبين وهذا ما حصل وما وصل طيلة الانتخابات السابقة لكنني أنا متفائل إذا نسبة المصوتين من الناقبين العراقيين في انتخابات المقبلة وصلت إلى 40 أو إلى 50% أنا أقول لك بأن سوف تغادر القوى السياسية أكثر من 80% تغادر الحياة السياسية والآن الأحزاب التي تقدمت وشاقت نراها تراجعت وتلاشت والدليل على ما أتحدث التواهرات التي حصلت في الوسط والجنوب وبغداد شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من بغداد الباحث السياسي نجم القصاب شكرا جزيلا لك